قادرة الحماس بقلوها كل يوم بدنا نحرر فلسطين ما بدون تعايش مع دولة إسرائيل أتمنى أن ينكر مش حينكر يريدون رمي اليهود مثل ما كان خطاب جبال عبد الناصر يريدون رمي اليهود إلى البحر هذه هي الكراهية والعنصرية تبع حركة حماس هذا ما فيه إلى الشك لا يمكن التفاوض مع هذه الحركة التي تريد أن تقتلك ما فيه أمل والمصريين صدقني يخنقون حماس أكتر من إحنا نحن نخنقون المصريين يخنقون غزة ومصر تكره حماس أكتر من إسرائيل تكره حماس هذه هي العداوة المشتركة حماس هي إخوان إخوان مسلمين وعبد الفتاح السيسي لما قال هذا عن الأكتوبر هو لم يهدد إسرائيل السيسي سهيوني أكتر مني كيف سيهدد إسرائيل السيسي ما هيهدد إسرائيل عيب أنك تتهم رئيس دولة أكبر دولة في المنطقة بهذا الكلام وبعدين ده رجل تاريخه مشرف يعني عيب أنك تحاول تلاوثه علاقاتنا ممتازة مع مصر هناك علاقات ممتازة بين مصر وإسرائيل ممتازة يا إيدي شوف المفردات الإعلامية التي تسوقها هذه لن تمر مرور الكرام طالما أنا موجود أما النقطة الأخرى أنه أنت بتقول أه علاقتك ويسمعك لأن أنت النهاردة دولة العالم معترف بيك ولك كيان